بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اليوم ان شاء الله غدي نديرو غريبة كتجي معلكة والديدة بمقادير اقتصادية ندوزو نشوفو المقادير على بركة الله عندنا بالنسبة المقادير 75 جرام كاكاو او لبدرة شوكولاتة المرة وبالنسبة للساندة او للسكر الخاشين عندي 200 جرام ديالساندة و 60 جرام ديال الزبدة اللي دوبتها من قبل كيف كتشوفو و 3 تلبيضات من الاحسن خرجوهم من تلاجة من قبل 7 جرام ديالسكر فانيلا 7 جرام ديالخميرة الحلوة ورشة ملح و ملعقة او لنصف ملعقة صغيرة ديالنكهة اللوز و 250 جرام ديالتقيق اللي من الاحسن يكون مغربل من قبل ونبدوو على بركة الله في طريقة التحضير هادي نجيبو ايناء و هادي نزيدو عليه او لنضيفو سكر الخاشين ساندة كيف قلنا 200 جرام ديالساندة و هادي نزيدو السكر فانيلا و الزبدة اللي دوبناها من قبل و نخلطو المقادير او للعناصر باش يتمزجو بعدياتهم هادي نخلطوهم زيان هادي نساجمو مع بعضهم و هادي نزيدو نسمي العقة صغيرة ديالنكهة اللوز اللي كتبع عند العطار بعد ما كنخلطو المكونات مزيان هادي نزيد البيض اللي كيف قلت لكم الاحسن يكون على درجة حرارة المطبخ يعني نخرجوه من تلاجة من قبل درنا هنا ثلاثة ديال البيضات سافيو غادي نزيدو البيضة الاخيرة و غادي نخلطو العناصر قبل ما نخلطوهم غادي نزيد درجة ملح لتصحيح الدوق و غادي نمزجو العناصر مزيان باش يتجانسو لنا و باش نكونو حل الخالط اللي منساجم هادي نخلطو مزيان حتي نساجم لنا البيض مع باقي المكونات كيف قلت لكم و غادي نزيدو خميرة الحلوة او لالبوكين باودر بسم الله نزيدو الخميرة الحلوة و غادي نبدو نزيدو دقيق تدريجيا بنسبة لطقيق كيف قلت لكم عندنا ميتين وخمسين جرام ديال طقيق اللي مغربل من الاحسن نغربلو نحيدو منو ذيك الحبيبات اللي كيكونو فيه سوفو غادي نبدو نخلطو هاكده بالفوي ولا غير بيدينا حتي نساجم الخالط بشوية بشوية نزيدو دقيق حتي كان نحصلو على واحد العجينة اللي هي رطبة و شوية كتلصق حتي هادي الحلوة كتجينا رطبة و كتجينا معلكة هتشعلش عجينتها كتجي رطبة و شوية كتلصق معليش إنما غادي نديروها في طلاجة باش كتتماسك لنا و كتجيهي هاديك كتجينا سهلة في تشكال ديالها بعد ما جمعنا العجين كيف كتشوفو غادي نغطيه بإناء أو لبكيس بلاستيكي و غادي نحطوه في طلاجة تقريبا واحد ثلاثين دقيقة من الساعة و نطلقوه من بعد كالقول عجينة جدة فراسة ما بقتش لنا مرخيه بالسف سوف يتلنا اخذو القياس و خاك نديرو هي راكا مع علقة صغيرة راكا تجينا الغريبة كتزيد تنفخ كي يكبر الحجم ديالها سوف غادي نكوورها كويرات هكدا صغيرة كيف كتشوفو و ندووزهم من السكر ناعم أو لسكر غلاسي سوف نكركبهم بحالة كده و بدا نحطوه في اللاطا و لسينية الفرن اللاطا اللي ضروري ندهنوها بالزيت أو لمن الأحسن نديرو بابي كويسون ورق الزبدة باش ما تلسقش لنا الحلوة سوف غادي نكوور هكدا كويورات و ندووزهم من السكر غلاسي و للسكر الناعم و نفس الطريقة غدا نبقى هاد عليها حتى سوف نكملو الخليط ديالنا يعني طريقة سهلة بزيف ما كتاخدش معانا الوقت هاد الحلوة ضغيية كنحضروه في وقت واجيز كنحطوه في اللاطا و كندخلوه ديرك الفران في الأسفل حتى كتشقق لينا و نطلعوه الفوق تكمل الطيب دياله كتجي فاد الشكل جميله و مع الكانت من الفيديو ديال اليوم ما يكون عشبكم ما تنسونيش من اشتراك و لايك وتعليق و في اماني الله و حفظي شكرا على المشاهدة بسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة